عبر رئيس الكيان المحتل رؤوفين رافلين عن سعادته في إسهام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تمكينهم من تصدير الغاز إلى مصر وصف رافلين في تصريحات له علاقة الاحتلال مع نظام السيسي بالذخر الاستراتيجي كما اعتبر أن تصدير الغاز لمصر يمثل مركبا حيويا ومتطلبا من متطلبات استقرار المنطقة وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت البدء رسميا في ضخ وبيع الغاز الطبيعي من الأراضي المحتلة إلى مصر بداية من أمس الأربعاء